اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أهلنا في سورية الحبيبة إخوة المجاهدين الأبطال في ساحات الوغى في شام العز حياكم الله وبياكم وبارك الله في سواعدكم الطاهرة التي تذود عن أهلنا وتحمي الأرض والعرض جزاكم ربي عنا خير الجزاء أحبتي في الله إن الجهاد أخلاق ومبادئ وقيم وإن من أسمى أخلاقياته الأمانة فهي خلق جليل من أخلاق الإسلام وأساس من أسسه وهي فريضة عظيمة حملها الإنسان بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة صفة مميزة لأصحاب الرسالات فقد كان كل منهم يقول لقومه إني لكم رسول أمين ولقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة دليلا على إيمان المرء وحسن خلقه فقال في الحديث الصحيح الذي يرويه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما خطبنا نبي إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال كما بيّن الإمام القرطبي رحمه الله وللأمانة صور كثيرة في حياة المسلم ومنها أداء الحقوق والمحافظة عليها فالمسلم يعطي كل ذي حق حقه ولا يعتدي على مال الآخرين فإنكم أحبتي مقبلون على نصر عظيم وفتح قريب بإذن الله تعالى في حلب الشهداء فالله الله في الأموال الخاصة والعامة أن تمسوها بسوء فإنها أمانة في أعناقكم فما الجهاد إلا لإعلاء راية الدين ورفع الظلم عن الناس وإقامة العدل بينهم وحفظ دمائهم وأموالهم فإياكم ثم إياكم أن تتزحزحوا عن هذه الأهداف بدافع الهوى ونزغ الشيطان فإن الخوض في أموال الناس بغير حق أمر خطير نبهنا عليه سيد الخلق محمد فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن لا يظن به إلا الخير وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وفي الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه واسمع قول الحبيب في من يتجرأ على الأموال العامة إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وعلم أخي أنك إن تحليت بخلق الأمانة فقد تشرفت بصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أداء الأمانة في أحلك الظروف وأشدها ويوم الهجرة خير دليل على ذلك ولتذكر أخي أن اليد الأمينة تصان في الشرع والخائنة تقطع بثمن بخص لذلك لما نظم أحدهم قائلا يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري فأجابه أهل الفهم من العلماء عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري والشافعي رحمه الله أجاب بقوله هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانة على الباري وقال ابن الجوزي لما سئل عن هذا لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانة سدد الله رأيكم ورميكم أيها الأبطال وجعل النصر حليفكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة